أن الزوج لو أراد أن يستخدم الضرب في علاج زوجته يجب أن لا يكون أمام الأبناء يكون فيما بينه وبينها وبالشروط التي قلناها أنه لا يدمي ولا يترك أثر على الجسد ويتوقى الوجه والأماكن الخطرة بالنسبة للجسد بالنسبة لحدود الضرب كما قلنا لا يكون مدميا لا يكون فيه كسر لا يضرب الوجه لا يترك أثرا إذا تعدى هذا فقد تعدى حد الله عز وجل وإذا وجدنا ضرر فحينئذ يجب أن يضمن يضمن ما فعل لأنه ليست المرأة عنده سلعة ويستطيع أن يفعل فيها ما يشاء لا وإذا كانت المرأة سكتت عن حقها فليس معنى ذلك أن الله عز وجل لا يسكت عن حقها يوم القيامة